اهلا بكم مشاهدين الكلام مرة اخرى وبنعود الى ايضا اخبار خالجية مهمة هي مش خالجية اوي زي ما كنتنا بتتكلم دايما من ساعة بدء الازمة السيدانية في 15 ابريل الماضي قرابة قرابنا على الشهر والاشتباكات العسكرية ما بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع حالفين حضرتكو انه كان هناك مبادرة امريكية سعودية لمفاوضات مفاوضات ما بين الطرفين في جدة بالمملكة العربية السعودية وان هذه المفاوضات استمرت عدة ايام ايام طويلة اليوم صدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية بترحب في جمهورية مصر العربية بتوقيع قوات المسلحة السيدانية وقوات الدعم السريع على اعلان جدة تسمى كده اعلان جدة باعتباره خطة هامة تسهم في توفير الحماية المدنيين من ابناء الشعب السوداني الشقيق واتحت الفرصة لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والحفاظ على المنشآت والمرافق العامة وتسهيل عمليات الإجلاء اعربت مصر عن تطلعها لان يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه من تعهدات وان تفسح تلك الخطوة المجال لأطراف النزاع ومساعدة الوسطاء والشركاء الإقليمين والدوليين للتوصل للوقف شامل ودائم لإطلاق النار واستئناف الحوار بما يسهم في إخراج السودان من محنته واستعادة الشعب السوداني الشقيق لحقه في أن ينعم بالسلم والأمن والاستقرار وأشهدت جمهورية مصر العربية حسب وزارة الخارجية بالجهود المقدرة التي بدلتها كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في تشجيع الأطراف السودانية على المشاركة في جولة المحادثات والتي تؤكد أهمية وجد وتضافر جميع الجهود من أجل إنهاء الأزمة الراهنة في السودان في أسرع وقت ممكن والخبر أنه زي ما قلنا كيش السوداني وقوات الدعم السريع وقعوا على إعلان جدة لأن جدة يعني فيه عديد فيه تمهيد وفيه عديد من البنود بما فيها التزامات عديدة على الطرفين ولو جوهر محدد ولو أهداف محددة إحنا الحقيقة يعني بنسعد لأي خطوة قطعا نحو سلام ولو مؤقت في السودان الشقيق لكن إحنا عايزين نفهم الخطوة دي أكتر لأنه الاتفاق طويل وفيه تفاصيل كثيرة هل يطرد اتفاق سياسي هل يطرد اتفاق نهائي هل يطرد اتفاق سيترتب عليه وقف حالة اشتباك نهائيا أما أنه هدنة أطول قليلا ترجمة نانسي قنقر